السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمصالين أعزائي تلاميذ السنة الخامسة أولياء الأمور آبائي أمهاتي أرحب بكم وأقدم لكم اختبار الفصل الأول في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي تابعوا معي وإذا أعجبكم الفيديو ويدعمونا باشتراك وإعجاب النص أمي العزيزة ها أنا أرفع قلمي وأكتب إليك هذه الرسالة من مدينة الجسور المعلقة مدينة قسنطينة فبعد انقطاع عن الكتابة إليك مدة ثلاثين يوما كاملة انصرفت فيها للمراجعة استعداد للامتحان الذي كان على الأبواب لقد نجحت فيه بتفوق فهنأتني مديرة معهد الطب تهنئة خاصة أمي العزيزة إني أشعر برضاك وبفضل دعواتك الكثيرة علي في هذا النجاح لأن رضا الله من رضا الوالدين كما يسرني إخبارك أن زميلة دعاء التي حدثتك عنها نجحت هي الأخرى سأعود عن قريب إن شاء الله فلا تنسي جدي الحبيب أطال الله في عمره كل صباح أدني منه وألقي عليه مني التحية ابنتك منا الأسئلة أسئلة الفهم وإحضاء عنوانا مناسبا للنس إثنان من أي مدينة كتبت منا الرسالة لأمها ثالثا هل نجحت منا في الامتحان أذكر العبارة الدالة على ذلك رابعا وظف الكلمات الآتية في جمال من عندك أشعر نجحت التحية عنوانا مناسب للنس هو أمي كتبت منا الرسالة لأمها من مدينة قسنطينة نعم نجحت منا في الامتحان العبارة الدالة على ذلك لقد نجحت فيه بتفوق فهنأتني مديرة معهد الطب تهنئة خاصة التظيف كلما يسقط الثلج أشعر ببرد شديد نجحت أختي في شهادة البكالوريا بتفوق باهر كلما ألتقي بزملائي ألقي عليهم التحية أسئلة اللغة واحد اعرب ما تحته خط فالنس الكلمات هي أطال سنين انقل هذا الجدول ثم أكمله بالمفردة المناسبة من النس أي استخرج من النس فعلا صحيحا فعلا معتلا اسما موصولا اسما إشارة أذكر سبب رفع كلمة أرفع وجر كلمة الأبواب في النص حول العبارة التالية إلى جمع المتكلم إني أشعر برضاك وفضل دعواتك الكثيرة علي في هذا النجاح خامسا أحذف لام الجر من الاسمين التاليين ثم أعد كتابتهما للمراجعة للمتحان الإجابة أولا الإغراب الكلمة أطال فعل ماضي مبنية على الفتح ثانيا إكمال الجدول بالمفردة المناسبة فعل صحيح أكتب فعل معتل أعود اسم موصول الذي اسم إشارة هذه التاليين سبب كتابة كلمة أرفع مرفوعة في النص لأنها فعل مضارع سبب كتابة كلمة الأبواب مجرورة في النص لأنها اسم مجرور سبق بحرف جر على التحويل إلى جمع المتكلم العبارة في المفرد جمع المتكلم يكون مع الضامر نحن إننا نشعر برضاك وبفضل دعواتك الكثيرة علينا في هذا النجاح حذف لام الجر من الاسمين للمراجعة للامتحان وإعادة كتابتهم للمراجعة تصبح المراجعة وللامتحان تصبح الامتحان نضع وهمزة الوصل في بداية الكلمتين الوضعية الإدماجية لعل أعظم عاطفة في هذا الوجود هي عاطفة الأمومة ولا شيء في هذا الكون أغلى من الأم وأكثر حنانا وعطفا منها أكتب فقرة من ثمانية إلى إطنى عشر سطرا تتحدث فيها عن شعورك نحو أمك مستشيدا بآية قرآنية أو حديث نبوي شريف أو شهر موظفا أسلوب التشبيه لا شيء في هذا الكون أغلى من الأم وأكثر حنانا وعطفا منها أمي ما أعظم فضلك يا أمي فبين أحظانك نشأت وشعرت بالسعادة والحنان كنت صغيرا ترضعيني لأتغذى وأقوى وتناريني لأتعلم الكلام وتنتظرين بفارغ الصبر أن أهتف باسمك قائلا يا أمي ثم كبرت فرأيتك تعملين دائما لسعادتي وسعادة إخوتي تتعبين في خدمتنا وتتألمين لمرضنا وتفرحين لفرحنا وتصهرين دائما على راحتنا فما أكثر أعمالك من أجلنا يا أمي فأنت أول من يستيقظ وآخر من ينام أمي بفضل رعايتك كبرت سليم الجسم وبفضل نصائحك أصبحت تلميذا مجتهدا ونشيطا وبفضل تربيتك سأكون من الأبناء الصالحين أمي أنت كالمدرسة أتعلم منك كل الفضائل التي تساعدني في الحياة مهما كبرت بل سأتبع نصائحك ونصائح أبي عاملا بقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قونا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة الآياتين 23 و24 من صورة الإسراء كان هذا موضوع للسنة الخامسة حول الأم إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بشيء يسير فقط أعزائي التلاميذ للمزيد اشتركوا في قناتنا وتفاعلوا مع فيديوهاتنا لنستمر في تقديم كل ما هو جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بتوفيق أعزائي وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر